ما هو القرن الذي يرافقنا منذ ولادتنا وحتى خروج الروح؟ هل هو من الجن المؤمن أم الكافر؟ هل يتحكم بسلوكنا ويأمرنا بالسوء؟ هل يمكن أن يضر أو يسبب المرض أو الحسد أو وقف الحال؟ هل يمكن أن يربط امرأة عن الزواج؟ وهل يمكن لهذا القرن أن يسلم هذه حقائق مهمة جدا وخطيرة ينبغي على كل واحد منا أن يعلمها من خلال هذه اللقاءات المهمة إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه السلسلة أسميتها القرن على درجة عالية من الأهم يصدقوني أحدنا يهتم بلباسه يهتم بمن يصادق يهتم بمن يدخل بيته يهتم بمن يشتري من عنده يهتم بمن يصادقه أو يتعامل معه يهتم بكل التفاصيل الدقيقة إلا كائن أخطر ما خلق الله وأكثرهم تأثيرا عليك هو القرن للأسف لا نهتم به ولا نعلم ماذا يفعل وقد يدمر حياتنا ونحن لا نشعر ولا نعطيه أي أهمية أيها الأحبة هذه اللقاءات أنا انطلقت بها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى القضية ليست حب معلومات أيها الأحبة ليست لمجرد أن نستمتع بمعلومة أو نبهر بها أو نندهش بها أو نتفاجأ بها أو معلومة جديدة نتعرف عليها هو أولا عبادة استجابة لأمر إلهي أمرنا أمرنا أن نتعرف على هذا القرن فعل أمر قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو ماذا قال أيضا فاتخذوه عدوا فعل أمر يعني فرض أفعال الأمر الصادرة من الله هي فريضة أيها الأحبة ليست أعمال مستحبة أو من أحب أن يفعلها ومن أحب لا هي فعل أمر يعني مفروض عليك أن تتخذه عدوا طيب أنا كيف أتخذ كائنا لا أراه مع العالم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ولك أخي الحبيب قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تخيل الدم في العروق الشيطان يجري فيها الشيطان يتسلل لداخل خلايا دماغك لداخل خلايا صدرك وقلبك فيوسوس ويأز أزن و يعني ينزغ نزغا وسوسخفية يوسوسها لك هذا الشيطان الهدف أن يدخلك معه إلى جهنم لأنه يعلم مصيره البحتوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين الله وعد الشياطين وسيدهم إبليس بنار جهنم لا مفر من هذا المصير فهو يريد أن يأخذ أكبر عدد من الناس معه إلى جهنم بسبب الحقد والغل وبسبب الإضلال والإغواء الذي تعهد به لذلك أخي الحبيب لا تقول لي أنا غير مهتم بهذا الموضوع أنا مؤمن أصلي وأصوم لا القرين يبذل جهد مضاعف مع الأتقياء لذلك ينبغي أن نتعرف على خصائص هذا القرين لماذا أصلا لماذا سخره الله لماذا خلقه الله من الأساس كان يكفي أن يخلق البشر متحابين و كل الخير فيهم ويبعد هذا الشيطان ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم أخي الحبيب أنه أراد أن يخلق مخلوقا هو أنت أيها الإنسان وأراد أن يكرمك فيسلمك قيادة هذه الأرض إني جاعل في الأرض خليفة ما معنى خليفة متحكم متصرف مسيطر طيب حتى تستطيع أن تحكم الأرض لابد أن تمتلك حرية القرار اتخاذ القرار يعني أنت لا يمكن إذا ذهبت إلى الشركة وخسرت أو فشلت لا يمكن أن تحمل الحارس المسؤولية ستحمل المدير لأنه هو صاحب القرار هو اتخذ قرارات خاطئة لذلك يسأل الملحد لماذا خلق الله الشر لأن الله وضعك في قيادة هذه الأرض وعرضك لمجموعة من الاختبارات ولكن بنفس الوقت سبحانه وتعالى عادل جعل معك قرينا من الملائكة المؤمنين ملكا يأمرك بالخير وجعل معك قرينا من الجن وطبعا هو كافر يعني من الشياطين يأمرك بالشر لأن الشيطان خلق من نار هو من الجن إبليس هو من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي خرج عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فعلا بئس لك أيها الملحد أن تتخذ أولياء من دون الله أن تتخذ شهواتك إلها من دون الله بئس بئس للظالمين بدلا بئس هذا البدل أن تستبدل تعاليم الإسلام الرائعة المليئة بالحب المليئة بالتسامح المليئة بالخير المليئة بالعافية والطمأنينة والسعادة تستبدلها بتعاليم الشيطان التي تدلك على الشر والمرض والخوف والهلك لذلك هذا القرين أول صفة له أنه يوسوس وسوس خفية يعني الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم من رحمة الله وعدل الله أنه لم يترك الشيطان يتحكم بك أو يوسوس لك لا سخر لك ملكا لذلك هنا معلومة من القرآن الكريم معلومة مهمة جدا أخي الحبيب توضح لنا عدل الله عز وجل في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الشياطين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو تتحدث عن شياطين الإنس والجن مثلا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبل فآيات تتحدث عن الشياطين هناك آيات تتحدث عن الملائكة يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائمة بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم مثل هذه الآيات أخي الحبيب لو قمنا بعدها في القرآن لو قمنا بعد هذه الآيات نجد أن الآيات التي ذكرت الملائكة وملك وملكين كل الصياغ ثمانية أو ثمان وثمانين مرة ثمان وثمانين مرة الشياطين ذكرت أيضا في ثمان وثمانين موضعا سبحان الله يعني ثمانية وثمانين مرة تكرر الشيطان في القرآن بصياغه المختلفة وثمانية وثمانين مرة تكررت ملائكة بصياغها المختلفة توازن أو تساول ليقول لك أن الله عادل لا يضل أحدا جعل لك كل الاحتمالات مفتوحة أمامك ولكن من ميزات القرآن الكريم أن الله أنزله لنا ليوضح لنا الطريق الصحيح إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هذا القرين أخي الحبيب هل دعونا نبدأ بسؤال سؤال ونجيب عنها إن شاء الله باختصار إذن علمنا أول شيء أن القرين هو من الجن وهو كافر وطبعا هناك أحاديث نبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله أيضا أنت أيضا لك قرين من الجن قال وإياي نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم طبعا شيء طبيعي يعني هذا رسول الله هذا النبي الكريم أكثر من صبر وأكثر من ذكر الله وأكثر من أطاع الله وأكثر من بلغ وأكثر من دعا وأكثر من أفاد البشر يا أنظر اليوم ملياري مسلم لو لا هذا النبي الكريم ما هو مصيرهم هو الذي علمهم هو الذي يعني تعب كثيرا في سبيل أن يوصل لنا تعاليم الإسلام الرائعة لذلك كل واحد حسب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الصحيح وكل به قرينه من الجن طيب هذا القرين هذا القرين من الجن ما مهمته وما حدود صلاحياته يعني هل يستطيع أن يضر أو ينفع لا هل يستطيع أن يتحكم بك لا أقصى شيء يمكن أن يفعله هو أن يوسوس طيب كيف نعلم بوساوس هذا القرين بكل بساطة أي شيء من الإثم يحاك في صدرك أي شيء يعني أنت يزين لك مثل فعل فاحشة أو نظر إلى امرأة بما حرم الله أو أكل مال الربا أو اللهو أو الاستماع إلى الأغاني واللهو والعبث والمسلسلات والمقاطع الكوميديا هذه كل هذا اعلم مباشرة أن الشيطان القرين يعني هو الآن يخاطبك كل واحد مننا طبعا عندما يجلس معه موبايل فيفتح يمكن أن يخرج له منظر لامرأة عارية مثلا واليوم طبعا الإلحاد العالمي ينشر هذه الفواحش ليضل الناس عن سبيل الله في اللحظة انظر أخي الحبيب هنا الموضوع دقيق جدا في اللحظة التي تحدثك نفسك وتوسوس إليك نفسك وتقول والله أنا سأضغط على هذا المقطع يجب أن تنتبه أن هذا أمر ووسوسة ونزغ من الشيطان نزغ يعني هذه الوسوسة الخفية انتبه أن هذا القرين يحاول أن يضلك في هذه اللحظة ليأخذك معه إلى نار جهنم ثم يتخلى عنك يوم القيامة لما قضي الأمر الشيطان يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ثم يقول أني أخاف الله رب العالمين يعني يتخلى عنك هذا هو الشيطان وهذا هو قانون الإلحاد اليوم أخي الحبيب الإلحاد ماذا يفعل يحرضك على فعل الفاحشة وعندما تصاب بالإدز أو تصاب بمرض قاتل أو تصاب بمرض منقول جنسيا يقول لك أن تعالش نفسك هذا ليس لي علاقة بينما الإسلام من قبل أن تفعل هذا الفعل الإسلام قال ولا تقرب لم يقل ولا تزنوا قال ولا تقرب الزنا مجرد الاقتراب يعني الزنا بعيد هناك قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وسائل سبيل القرآن عالج لك المشكلة قبل وقعها بل حتى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قطع أسباب الفاحشة وما يتلوها من أمراض ومشاكل من الأساس من الجذور تماما مثل أن تقطع شجرة من جذورها لا يعود هناك نبات أبدا فالملحد يزين لك الطريق ويزين لك فعل الشر ثم يتخلى عنك وهذا هو حال الشيطان فلذلك في اللحظة التي يعني أنت تشعر بهذه الوسوسة عليك أخي الحبيب أن تدرك تدرك أن هذا القرين بدأ يعمل فتتذكر هذه الآية وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عاليم يعني أول إجراء عملي لمحاربة هذا القرين هذا القرين لا يمكن أن تتخلص منه على فكرة هو موجود يعني ويرافقك حتى يوم القيامة ستأتي الآيات ويتبرأ منك يوم القيامة قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد مثل المجرمين اليوم عندما يتفقون على جريمة وعندما يقفون أمام القانون كل واحد يتبرأ من الآخر هذا هو حال القرين يوسوس لك وسوسة خفية وعندما تسقط في الفاحشة يتخلى عنك طبعا هنا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول أيضا وقل يا محمد عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا من أسباب مقاومة القرين القرين يمكن أن يصل إلى مرحلة ييأس منك فيكف أذاه عنك يعني يحاول على مدى 24 ساعة في الليل والنهر وفي كل الطرق عندما ييأس يكف أذاه عنك لذلك تجد المؤمن بعد فترة من الصلاة والصيام والقيام والتدبر والثقة بالله والعلم بالله تجد الشيطان يتراجع كثيرا ييأس أصلا إبليس سمي إبليس لأنه أبلس أبلس يعني يأس من رحمة الله فإذا هم مبلسون يأسون لماذا يجب أن نتكلم بالكلام الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن قال القرآن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين إذن هو ينزغ بينك وبين زوجتك بينك وبين جارك بينك وبين ابنك أو أبيك ليوقعكما في الشر وبالتالي هنا ينبغي أن نحذر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فالاستعاذ بالله ضروري يا أخي الحبيب في أي لحظة تدعوك نفسك لأن تتذوق لذة النظر إلى مقطع مثلا أو أغنية أو شيء يلهو عن ذكر الله تذكر فورا أن هذا القرين بدأ يعمل الآن مباشرة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني علاج سهل جدا ولكن نادرا ما نتذكره أو نطبقه فورا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا أيها الأحبة لابد لنا أن نجيب عن سؤال آخر أيضا كيف يجري هذا القرين من ابن آدم مجرى الدم هذا القرين أخي الحبيب مما خلق أصلا خلق من نار طيب النار فيها إشعاعات غير مرئية يعني نحن لا نرى مثلا الأشعة فوق البنفسجية هي تنطلق من النار طبعا النار فيها طيف ضوء كبير مثل النار التي تولدها الشمس نتيجة التفاعلات الاندماجية الهيدروجينية تولد هذه النار هذه النار فيها طيف كبير من الأشعاعات معظمه لا نرى نحن نرى فقط الطيف الضوء الذي هو سبعة ألوان أما الأشعة تحت الحمراء لا نراها والأشعة فوق البنفسجية وما فوق لا نراها أيضا فهذا الشيطان خلق من النار فلا يرى وهو يخترق جسدنا ويخترق خلايا الدماغ وخلايا القلب ويوسوس الآن هناك أشعة مثلا مثل أشعة إكس تخترق الجسم أليس كذلك؟ هذه الصور التي تلتقط لما يوجد بداخل الجسم بأشعة خاصة هي تخترق الجسم وبالتالي أنا أعطيك تشبيه فقط هو ليس أشعة طبعا هو المادة التي خلق منها لا نعلمها والعلم لم يكشف شيئا حول هذا الموضوع ولكن نحن نحاول أن نتصور أو نقرب يعني الصورة إلى أذهاننا المحدودة فهذا الشيطان يدخل في أدمغتنا ويدخل في قلوبنا ويبدأ بالوسوسة طيب قد يقول قائل كيف يوسوس؟ سأعطيك مثال بسيط أخي الحبيب الفيروس هو عبارة عن شريط DNA مثلا أو RNA شريط لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني حتى المجهر العادي الذي يكبر عشرة ألاف مرة لا ترى فيه هذا الفيروس يحتاج إلى تكبير كثير جدا هو بالنتيجة معلومة فقط يدخل إلى الجسم فيبدأ يعطي معلومات للخلايا يأمرها أن تصنع نسخ منه بدلا من أن تصنع بروتينات عادية تصنع فيروسات فتجد أن الفيروس يتحول إلى مليارات طيب كيف استطاع هذا الفيروس أن يغزو الخلايا ونحن لا نراه بأعينها نحن لا نرى الفيروس يدخل ويعطي أوامر للخلايا طيب هذا الفيروس يدخل إلى عشرة أشخاص مثلا ثلاثة يؤثر فيهم والوسبعة لا يستطيع التأثير عليهم طيب لماذا يقول العلماء حسب مناعة الجسد حسب النظام المناعي النظام المناعي يتعرف على هذا الفيروس وبالتالي يعلم أنه فلا يستجيب له عندما يعطيه أمر لا يستجيب له وبالتالي لا يحدث شيء طيب القرين يدخل إلى داخلك ويعطيك ويعطيك أمر أن ترتكب الفاحشة من الذي يستجيب الذي مناعته ضعيفة كيف يعني مناعته ضعيفة يعني لم يتعلم هذا الشيطان ماذا يفعل لم يتعلم أساليب الوسوسة لم يحذر منه يعني اليوم إذا قيل هناك وباء هناك فيروس ينتشر تجد الكل يتخذ إجراءات احترازية ويتخذ وسائل كثيرة ليقي نفسه من شر هذا الفيروس إلى آخره طيب القرآن يقول لنا إن هذا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والنبي يؤكد أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو معك معك حتى تموت فإذن هنا الفرق الذي يتدبر القرآن ويعلم من هو الله ويعلم من هو الشيطان ويعلم ضعف الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويعلم أن هذا الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين قال له الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي ليس لك عليهم سلطان إذن ليس لك عليهم سلطة أو سيطرة أو قوة تحكم إذن القارين هل يتحكم بمصيرين نعم ولا الجواب نعم ولا كيف يعني نعم ولا نعم إذا كانت مناعتك ضعيفة ضده ولا تعلم من هو ولا تعلم ماذا يدعوك ولا تعلم ما هو المصير الذي سيأخذك إليه فإذن هو يتحكم بك ويسيطر عليك ويصعب أن تتخلص منه طيب إذا كانت مناعتك قوية ما معنى مناعة قوية اليوم العلماء يقومون بتجارب لكي تكسب مناعة ضد فيروس معين يتم حقن جسدك بشيء من هذا الفيروس ولكن شيء ضعيف جدا فالجسم يتعرف عليه تدريجيا ففي المرة القادمة عندما يغزو الفيروس جسدك الجسم يتعرف عليه ويبطل مفعوله فأنت عندما تتعرف على القرين وتتعرف أن هذا القرين موجود معك وهو يحاول دائما أن يغويك أن يضلك أن يأمرك بالفاحشة أن يأمرك بقطع الرحم أكل مال الحرام كل ما يغضي بالله يأمرك به ليأخذك معه إلى جهنم عندما تدرك هذه المعلومة الآن تبدأ تحذر منه أنا الرؤيد أن أطل عليكم أيها الأحبة الموضوع فيه معلومات كثيرة إن شاء الله سأستكملها في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته